بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف السادس الفصل الدراسي الأول استكمالاً لدرسنا بالأمس كان موضوعنا التمثيل بالأعمدة والخطوط في البداية خذنا واجب راح نحلل واجب مع بعض السؤال كان يقول مثل بيانات الجدول المجاور بالأعمدة ثم قارن بين عدد الطلاب الذين يفضلون طعم الشوكولاتة وعدد الذين يفضلون طعم الفانيليا طبعاً طلب مني السؤال مباشر تمثيل هذا الجدول بالأعمدة بعد كذا راح أجاوب على السؤال طيب بداية هذا الجدول عندنا الطعم الشوكولاتة الفراولة الفانيليا الموز عندي أيضاً في العمود اللي باليسار التكرار الشوكولاتة 12 الفراولة 7 الفانيليا 4 الموز 9 طبعاً هذا الرسمة تم فيه بالأعمدة كما هو موضح لاحظ عندنا وضعنا الموضوع على حسب العنوان اللي عندي بالجدول الخط الأفقي هذا الخط الأفقي أيضاً لدينا الخط العمودي الخط الأفقي راح أتكلم عن الطعم اللي هو العمود الأيمن هنا في الجدول كم طعم عندنا أو كم نوع عندنا أربع عنواع الشوكولاتة فراولة الفانيليا الموز رتبناها بهذا الشكل لاحظ المسافات متساوية الخط العمودي اللي عندنا يتكلم على عدد الطلاب أو التكرار وضعنا طبعاً لاحظ التدريج اللي عندي أقل قيمة أربعة أعلى قيمة أثنعاش إذن راح يكون التدريج من أربعة إلى أثنعاش تبقى فقط وقسم إلى أجزاء متساوية أختار طول فترة مناسب طبعاً بما أن أخذنا على قيمة عندنا أثنعاش أخذنا طول فترة ثنين من صفر ثنين أربعة ستة ثمانية إلى أربعة طعاش أو إلى ثنعاش طبعاً الخطوة الأخيرة اللي راح نسويها طبعاً هي رسم العامود عند الشوكولاتة يفضلون الثنعاش رسمنا عامود إلى عند الثنعاش لهذا العمود الأول الفراولة يفضلون سبعة السبعة تقع بين الستة الثمانية في المنتصف وضعنا الفراولة كذلك الفنيليا والموز إذا لاحظوا الرسمة منسقة جميلة وهذه ميزة التمثيل بالأعمدة مقارنة بالجدول يعتبر تمثيل بصري بإمكاني الآن الإجابة على أي سؤال والوصول إلى أي معلومة حسب ما طلب مني قارن بين عدد الطلاب الذين يفضلون الشوكولاتة على الفنيليا لو لاحظنا طبعا الشوكولاتة من خلال فقط العمود الشوكولاتة عند الثنعاش إذا الثنعاش تكرر مئة اثنعاش مرة الفنيليا عند الأربعة بإمكاني كتابة أي وصف ما بين الفنيليا والشوكولاتة مثلا نقول أن الشوكولاتة ثلاث ضعاف الفنيليا مثلا نقول الشوكولاتة أكثر أو يزيد عن الفنيليا بثمانية وهكذا إذا درسي نتكلم عن تمثيل بياني عندي طبعا أنا إما تمثيل بالأعمدة أو بالخطوط تكلمنا عن التمثيل بالأعمدة وراح يكون درسي اليوم التمثيل بالخطوط التمثيل بالأعمدة طبعا هو إحدى طرق التمثيل البياني يعتبر طبعا تمثيل بصري سهل جدا الحصول على أي معلومة من هذا التمثيل طبعا هو أفضل من الجداول الجداول التكرارية المعلومة فيه واضحة سرعة الوصول إلىها أيضا رح تكون سريعة إذن مثل ما هو موضح أمامنا لو تلاحظ بإمكاني فقط من العمود طول العمود أو قصرة تعرف أي معلومة تريد الحصول عليها طبعا أما يكون التمثيل بالأعمدة على شكل رأسي كما هو موضح أو بالشكل الأفوقي طبعا هو كله واحد مجرد أنه طريقة عرضه أما رأسي أو أفوقي البيانات طبعا هي معلومات تكون غالبا عددية التمثيل البياني طريقة الأنسب لعرض البيانات اللي عندنا هو تمثيل بصري التمثيل بالأعمدة يستخدم للمقارنة بين البيانات وتصنيفها التكرار عدد مرات حدوث أو ظهور النوع الواحد مثلا التكرارات اللي عندنا عشرة والبرامج مثلا عندنا 12 وهكذا طبعا هنا التدريج تدريج عندي يكون من أصغر قيمة إلى أعلى قيمة ونختار طول فترة مناسب لهذا التدريج إذن ستتدرج على حسب طول الفترة المناسبة اللي تختارها من الجدول طبعا الخط الأفوقي اللي عندنا رح يكون فيه أنواع البيانات في الأخير فقط نمثل بالأعمدة إذن فكرة درسنا نعرض البيانات ونحللها بالتمثيل بالأعمدة وبالخطوط رح اليوم نتكلم على التمثيل بالخطوط لو لاحظنا المفردات اللي عندنا البيانات عرفنا البيانات عبارة عن أعداد التمثيل البياني أما بالأعمدة أو بالخطوط أخذنا بالأعمدة أيضا التدريج مثل ما قلنا التدريج حسب الجدول أصغر قيمة وأعلى قيمة أتدرج من أصغر قيمة إلى أعلى قيمة باختيار طول فترة مناسبة المحور الرأسي طبعا عندي محور رأسي وعندي محور الأفقي الفترة طبعا على حسب التدريج رح أقسم الخط الرأسي إلى أجزاء متساوية تسمى فترات المحور الأفقي مثل ما قلنا محور رأسي ومحور أفقي التكرار طبعا كم مرة تكرر لدينا أي نوع من البيانات وهذا يوضح العمود عند أي رقم توقف إذن تبقى لدينا التمثيل بالخطوط وهو درسنا اليوم إذن عندنا طريقة أخرى للتمثيل البياني وهي التمثيل بالخطوط يستعمل التمثيل بالخطوط لتوضيح تغيير مجموعة من البيانات مع مرور الزمن إذن على فترات زمنية مختلفة أي نوع من البيانات على فترات زمنية مختلفة ورح نشوف الآن في الدرس من خلال ملاحظة ميل كل من القطع المستقيمة الواصلة بين النقط يمكن وصف الاتجاه إما صعودا أو هبوطا هذا هذا عندي الآن يوضح لي تمثيل بالخطوط لاحظ عندي وضعنا التمثيل النقاطي بعد كذا وصلناها بخطوط يمكن التعبير سواء بالصعود أو بالهبوط لاحظ عندي الأفقي عندي أيضا الرأسي عندي الأفقي عليها نوع البيانات عندي هنا العدد أو التكرار في الرأسي أيضا لدي تدريج حسب الجدول من أصغر قيمة إلى أعلى قيمة أختار فترة مناسبة أو طول فترة مناسب لدي هنا معلومة مهمة يتكلم هنا عن التعرج لحظ لدي تعرج هنا على ماذا هذا التعرج لاحظ الآن لو لاحظنا الفترة من هنا 30 35 40 اخترنا 35 30 35 لكن من 0 إلى 30 لا أحتاج إليها لذلك ما وضعنا الخمسة والعشرة والخمسة والعشرين والخمسة والعشرين لأن هذه كلها ما أحتاج إليها أحتاج من الثلاثين وصاعدا إلى إلى السبعين صحيح أن وضعت التدريج من 0 إلى 70 ولكن لدي فترة لا أحتاج إليها لذلك وضعنا هنا التعرج وهذا التعرج معناه أن التدرج الذي عندي هنا من 30 إلى 35 ليس نفسه في البداية إذا أهملت أو الفترة الأولى أو أول أنواع في التدريج لذلك نحتاج إليها نرى المثال الآن تحليل البيانات الممثلة بالخطوط إذا لدينا بالأعمدة أو لدينا بالخطوط سكان الأرض مثل بالخطوط بيانات جدول عدد سكان الأرض المبين عن يمين الصفحة وصف التغيير في عدد سكان من عام 1170 إلى 1420 إذن طلب مني عدد سكان خلال الفترات زمنية مختلفة من عام 1170 حتى 1420 وطلب مني تمثيلها بالخطوط نشوف الآن لاحظوا كيف استخدم التمثيل بالخطوط طبعا هذه التمثيل بالخطوط واضحة أمامنا لكن سنمشي خطوة خطوة في البداية وضحنا التدريج الذي لدينا لاحظ طبعا لدينا التدريج من 790 إلى 6080 طبعا كلها بالمليون إذن أقل أصغر قيمة عندي 790 وأعلى قيمة عندي واضح أن 6080 إذن التدريج سيكون بين هذين القيمتين طيب طبعا اخترنا طول فترة 1000 1000 2000 33 إلى 10 أخذت التدريج من 790 إلى 6000 أخذنا من 1000 إلى 2000 إلى 10 أعفوا طبعا كلها بالملايين إذن مثل مواضح أمامي من صفر إلى 10 أمام الفترة طولها سيكون 1000 إذن هذا اسمنا الخط العامودي إذن لاحظ عندي أصغر قيمة وقل قيمة وهذا الخط العامودي الخطوة الثانية طبعا كتبنا عنوان للخط العامودي هنا العام مثل مواضح أمامي العام كذلك عندنا عدد سكان مثل مواضح أمامنا عدد السكان الخطوة الثالثة طبعا رح نمثل بالنقاط إذن لاحظ أنه قريب جدا من التمثيب الأعمدة فقط في الأعمدة كنا نستخدم الأعمدة لكن في الخطوط رح نستعمل النقاط لو لاحظ مثلا عند 1170 طبعا لاحظ أنه نقطة أيضا مهمة التعرج اللي عندنا التعرج اللي عندنا طبعا لو لاحظ هنا من 1170 إلى 1220 50 سنة أيضا هنا 50 سنة أيضا 50 سنة لكن الفترة ما قبل 1170 لا أحتاج إليها لذلك وضعنا التعرج هنا إذن هذه الفترة اللي أحتاج إليها وهذا التعرج يعني أني راح أمشي هنا بسلسلة معينة لكن وضعنا علامة تعرج طيب إذن لو لاحظنا 1170 عن 790 وضعنا نقطة هنا وضعنا نقطة عن 790 طبعا قبل الألف بقليل 790 1220 عن 980 980 أيضا قبل الألف بقليل إذن لاحظ عبرنا بنقاط أخيرا بعد ما حددنا جميع النقاط على حسب الجدول وصلنا بينها بخطوط الخطوط الأخيرة طبعا كتبنا عنوان مناسب وهذا العنوان أخذناه على حسب الجدول اللي عندنا إذن لاحظ الآن نلاحظ ازدياد عدد سكان الأرض زيادة كبيرة من عام 1170 حتى عام 1420 وكيف عرفنا هذا لاحظ عندي من التنفيب الخطوط أن عندي صعود لاحظ لاحظ عندي كيف الخط عندي أصبح فيه صعود لذلك واضح عندنا أنه فيه ازدياد لو لاحظ هنا طبعا كان 790 أصبح 980 أصبح لاحظ كيف أصبح صعود يعني الرقم يكبر 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 إذن واضح أن اتجاه فيه صعود بداية من 1170 حتى 1420 رح نأخذ الآن مسألة وراح يبين الموضوع أكثر وتوضح وتعرف الموضوع سهل وقريب جدا من التمثيل بالأعمدة المسألة تقول مثل البيانات في الجدول الأدناه بالخطوط طلب مني تمثيل بالخطوط عندي تمثيل بالأعمدة عندي تمثيل بالخطوط ثم صف التغيير في التوفير الكلي لسلماء من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الخامس إذن طلب توفير سلماء خلال فترات زمنية معينة في الأسابيع اللي طلب مني من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الخامس إذن لاحظ المسألة هذه تتحدث عن فترات زمنية مختلفة لماذا؟ لتوفير سلماء لاحظ عندي الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الثالث الرابع الخامس التوفير كان خمسين الأسبوع الثاني أربعة وخمسين الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع والأسبوع الخامس إذن التوفير على فترات زمنية مختلفة على خمس سابيع سأستخدم كما طلب مني التنثيب الخطوط بداية استخدمنا ورق الرسم البياني سيسهل كثير في تحديد النقاط وضعت الخط الأفقي والعمودي طبعا وضعت الآن الأفقي عليه طبعا الأسبوع على حسب الجدول العمودي طبعا سيكون عليه التوفير الكلي يكون عليه أعداد الآن قسمت بأجزاء متساوية لاحظ طبعا عندي كم عدد البيانات في الأفقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فقط خمس بيانات قليل أخذت مسافة أكبر شوي يعني اثنين سانتي طبعا المسافة ثابتة رح تكون في الخط العمودي قسمنا على واحد سانتي مسافة ثابتة وضعنا هنا الأسابيع الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس في العمودي ألا لو لاحظ في العمودي رح وضح نقطة مهمة أيضا أقل قيمة عندي كم حسب الجدول لو تلاحظ حسب الجدول أن أقل قيمة عندنا هي خمسين وأعلى قيمة عندنا مئة إذا من خمسين حتى مئة هذا اللي عندي التدريج راح أستخدم هذا التدريج أتترج من أقل قيمة إلى أكبر قيمة باختيار طول فترة مناسب طبعا لو نلاحظ عندي خمسين أربعة وخمسين خمس سبعين ثمانية تسعين يعني اختيار طول الفترة المناسب لو اخترنا طول الفترة خمسة ممتاز خمسين خمسة وخمسين ستين خمسة النقطة المهمة أن أقل من الخمسين اللي محتاجة فكيف عبر في الرسمة راح نضع التدرج هنا قبل الخمسين طبعا ماذا تعني التعرج اللي هنا أن هذه القيم لا احتاج إليها طبعا هنا طبعا الطول الفترة خمسة لو مشينا هنا من خمسة يعني بضع خمسة وعشرة وخمسطاعش إلى خمسين راح تكون الرسمة طويلة وجميع هذه الأرقام إلى خمسة واربعين لا احتاجوا إليها لذلك هذه الإشارة البسيطة أستغني عن ماذا عن بعض القيم اللي محتاج إليها إذن وضعنا التعرج هنا إذن راح مش بنفس طول الفترة خمسة خمسين خمسة خمسة أضيف خمسة ستين أضيف خمسة بنفس السلسلة تستمر حتى مئة إعلق وضعنا الآن العمود الأفقي والعامودي واضح مميل جاهز الآن لرسم النقاط حسب الجدول نبدأ الأسبوع الأول كم وفرت خمسين لاحظ وضعنا نقطة عند الخمسين فقط نقطة الأسبوع الثاني وفرت كم أربعة وخمسين أربعة وخمسين قبل الخمسة وخمسين بقليل حددناها بنقطة الأسبوع الثالث خمس وسبعين الرقم واضح طبعا راح يكون خمس سبعين في المنطقة هنا حددناها أيضا بالنقطة الأسبوع الرابع ثمانية وتسعين قبل المئة بقليل وضعنا نقطة الأسبوع الخامس والأخير مئة وضعنا عند المئة نقطة إذن لاحظ تقاطع الخمس أسبوع الخامس مع المئة كاننا بالطريقة هذه إذن وضعنا نقطة على تقاطع الأسبوع الخامس مع المئة بنفس الطريقة الأسبوع الرابع مع الثمانية وتسعين انتهينا؟ انتهينا خلاص مثلنا بنقاط تبقى الآن فقط توصيلها رح نوصلها بهذا الطريقة أصبحت الآن الرسمة جاهزة ما تبقى الوصف حسب ما طلب مني في السؤال السؤال كان يقول لي صف التغيير في التوفير الكلي لسلمه من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس إذن لحظة التوفير من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الخامس واضح من الرسمة الآن أستطيع أن أعبر الأسبوع الأول لو جئنا من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثاني التوفير كان ماذا؟ من خلال الرسمة فقط كان التوفير قليل من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثالث أصبح التوفير عالي جدا ولاحظ أيضا من الخط الذي لدينا من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع أيضا التوفير عالي إذن أعبر بطريقة ثانية من الأسبوع الأول إلى الثاني التوفير قليل من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الرابع التوفير عالي جداً من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع الخامس التوفير قليلاً إذن عبرنا في الأخير زاد التوفير الكلي ببطء للأسبوعين الأول والثاني لكن من الأسبوع الثاني إلى الرابع إلى الأسبوعين الثالث والرابع أصبح التوفير عالي أما الأسبوع الخامس كانت زيادة قليلة بإمكانك التعبير على حسب ما تلاحظه من خلال الرسمة نشوف أيضاً مسألة أخرى بنفس الطريقة سؤال مباشر مثب الخطوط بيانات الجدول أدنى وصف التغيير في عدد طلاب الصف السادسة الابتدائي في مدرسة من عام 1435 حتى عام 1439 إذن طلب مني عدد طلاب المدرسة خلال فترات زمنية مختلفة يناسب جداً التمثيب الخطوط طالب أنه فترات زمنية مختلفة طبعاً لاحظ عندي هنا الجدول والضح لطلاب الصف السادس في المدرسة معينة هنا العام اللي طلب مني وهنا العدد راح أمثل بالخطوط استخدامنا ورق الرسم بياني وضعنا الخط الأفقي والخط العمودي بنفس طريقة التمثيب الأعمدة وضعنا جزائنا الخط الأفقي والعمودي عندي هنا في الأفقي قليل البيانات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس بيانات وضعنا خمس خطوط بمسافات ثابتة الخط العمودي وضعنا بواحد سانتي حتى تكون الرسمة متناسقة وضعنا في الخط الأفقي طبعاً الوصف اللي عندنا على حسب العام 1435-1446 راح نضعها على الخط الأفقي تبقى لها الخط العمودي، الخط العمودي مهم جداً اللي راح أختار طول فترة مناسب على حسب التدريج اللي عندنا كما أقل قيمة عندي، أقل قيمة عندي من الجدول 30 وكما أعلى قيمة، أعلى قيمة 34 إذن التدريج اللي عندنا من 30 حتى 34 راح أختار طول فترة تدريج مناسب من 30 حتى 34 طيب، أنا اللي أستخدم طبعاً طول فترة طول الفترة المناسب هنا حسب ما ألاحظ أنا إنه واحد، أزيد واحد، واحد ثلاثين، واحد ثلاثين، مين ثلاثين على حسب ما تبقى في الجدول من بيانات لكن لو أخذتنا من واحد إلى ثلاثين جميع هذه البيانات اللي أحتاج إليها هل راح أضعها راح تكون الرسمة كبيرة ورح تكون شكلها ليس نموذجي إذن ماذا أفعل؟ مجرد حركة بسيطة هنا أعمل تعرج هنا هذا يعني أن جميع البيانات من واحد أو الإعداد من واحد حتى تسعة وعشرين لا يحتاج إليها إذن راح أبدأ بالثلاثين نضع الآن من الثلاثين طول فترة واحد واحد ثلاثين، اثنين ثلاثين حتى خمسة وثلاثين طبعاً أنا أحتاج إلى أربعة وثلاثين لكن وضعنا خمسة وثلاثين طيب، يلا نبدأ الآن مجرد أني راح أمثل بنقاط ليس أعمدة في الخطوط بنقاط في عام ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين عدد طلاب ثلاثين وضعنا عن ثلاث ثلاثين نقطة في عام ألف واربعمائة وستة وثلاثين عدد طلاب ثلاثين وضعنا عندي ثلاثين نقطة في عام ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين من الجدول عدد طلاب ثلاثين وضعنا عندي ثلاثين نقطة كذلك في عام ألف واربعمائة وثلاثين عدد طلاب أربعة وثلاثين جئنا تقاطعهم وضعنا نقطة أخيراً عام ألف واربعمائة وثلاثين عدد طلاب 34 كما هو موضح في الجدول تبقى الآن نوصل بي خطوط لو وصل لبي خطوط بالشكل هذا طبعاً من البداية وضعنا خط 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 بإمكانك الآن وصف الرسمي لأمامك ماذا تلاحظ؟ لاحظ أن عدد طلاب في الأعوام 33 32 34 34 إذن ما بين 32 و34 ليس ذاك الفارق الكبير لكن في عام 1436 يعني عدد طلاب تقريباً ثابت لكن في عام 1430 قل عدد الطلاب إذن وصفت على حسب الرسمي لأمامك إذن مثل ما قلنا الآن عدد طلاب تقريباً ثابت لكن في عام 1430 قل عدد الطلاب أخيراً ملخص درسنا أخذنا طبعاً إذا أجرينا قمنا بعملية إحصاء قمنا بعملية مسح جمعنا بيانات راح أنظمها عندي طرق تنظيم كثيرة لكن راح أنظمها إذا كان أمثلها بيانياً عندي طرق إما أمثلها بالأعمدة أو بالخطوط أخذنا التنثيب الأعمدة والتمثيب الخطوط هذا شكل التنثيب الأعمدة هذا شكل التنثيب بالخطوط طبعا تمثيلين مهمين جدا استخدامات كل واحد لنا استخدامات معينة التمثيل بالأعمدة الرسمة يكون بالأعمدة أما بالخطوط يكون على النقاط نوصل بخط ما تبقى طبعا التفسير أو الوصف حسب ما تراه من خلال الرسمة طبعا التمثيل بالأعمدة رح ياخذ وصف لكل بينات وتكرارها أما التمثيل بالخطوط يتحدث عن فترات زمنية مختلفة لأي نوع من أنواع البيانات اللي جمعنا انتهى درسنا الدرس شيق ومهم ومتداول كثير رح تشوف كثير هذه الرسمتين في حياتك اليومية التمثيل بالأعمدة لو دخلت مدرسة لا بد أن تجد هذا التمثيل أما التمثيل بالنقاط كذلك له استخداماته مثلا لو أتابع مثلا مصاريف أو استهلاك الكهرب خلال فترة الصيف راح أضع استهلاك الكهرب أضع الأشهر اللي احتاجها وألاحظ من خلال رسمة هل عندي زياد إذا كان صعود أم إذا كان هبوط شكرا لكم من اهتمامكم خلت مارين لابد من الحل شكرا لاهتمامكم كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذ بدر الحمود دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم